مساء الخير الأول من أيار عيد العمال بنات الوطن والأجيال العمل هو وجود الإنسان وهو شرف الإنسان وطريق قيامة الوطن هي بسواعد العمال المجبولة بالأمل فكل عام والعمال هم صناع النجاحات وبنات الأوطان في عيدهم توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري للعمال بالقول وحدهم عمال لبنان يصنعون العيد ولا يعيدون ولا يعطلون قولهم والعمل لهم في كل ميادين عملهم الفتحية وانحناء إحياء عيد العمال الترافق مع سلسلة تظاهرات وتحركات حول العالم من بيروت إلى فرنسا التي أحيت المناسبة بتظاهرات حاشدة للنقابات وسط دعوات إلى مواصلة التحركات احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي في أجندة هذا الأسبوع ترقب للقمة السورية الإيرانية بين الرئيسين بشار الأسد وأبراهيم رئيسي بعد غد الأربعاء فيما اتجهت الأنظار اليوم إلى لقاء عمان بدعوة من وزارة الخارجية الأردنية وتم استئناف البحث الذي كان قد انطلق في جدة الشهر المنصرم على مستوى وزراء خارجية والمسؤولين الكبار في دول الخليج العربي ومصر والأردن وسوريا تمهيدا للقمة العربية وفي خلاصة اللقاء تم التأكيد على أولوية إنهاء الأزمة السورية والعودة الطوعية للنازحين والتعاون مع الدول العربية في مختلف الملفات وأعرب وزراء الخارجية عن تقديرهم للانخراط الإيجابي لسوريا في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع وفي هذا الإطار أكدت حركة أمل عبر مكتبها السياسي أنها تنظر بإيجابية إلى مناخات الانفراج على محور العلاقات السورية العربية ما يبشر بإعادة الروح إلى مشروع التضامن العربي ولم الشمل ويعيد الاستقرار إلى الأقليم الذي عانت دوله من الانقسامات والصراعات البينية لافتا إلى أن هذا الانفتاح يعيد رسم مستقبل المنطقة على قاعدة نظام مصالح شعوبها